اشتركوا في القناة طلب منك كل عدة ساعات تعيد شحن البطارية انت كل كم ساعة تشحن الموبايل تضع المصدر في مصدر الكهرباء هذا السلك او الواير لكي تاخد شاحن لكي يرتفع الفولت وترتفع القيمة الشاحنة في هذا المحمول حتى تواصل استخدامه قلبك هو هذا المحمول يجب ان يشحنه كل عدة ساعات صلي الصوت ثم انخفض خيمة بطارية الايمان فتعيد شحنها في صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء فكيف تتكاسل عما يوصلك بالله عز وجل الصلاة انت تخف بين يدي الله ليغفر لك ما قد سلف وتجدد ايمانك وتتواصل مع الله عز وجل الانسان بلا صلاة انسان ريشة في مهب الريح لا تلجأ الى الله ساعة الضرورة فقط لا الجأ الى الله في الرخاء وفي الشدة الجأ الى الله في الصحة والمرض ارجع الى الله في الشبيبة والكبر في كل حالات انت لا تستغني عن الصلاة لله سبحانه وتعالى واخر ما قال صلى الله عليه وسلم ما بيننا وبينكم الا الصلاة هذا عهد بيننا وبين الله عز وجل وعهد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته فان وجدت كاملة قبلت وسائر عمله وان وجدت ناقصة ردت وسائر عمله اشتركوا في القناة